أهلا بكم الجديد مشاهدين إذن أمطار رعدية ستخص المناطق الداخلية بحول الله خلال ظاهرة يوم الغد الخميس مع تسجيل دائما درجات حرارة مرتفعة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية خاصة الغربية إذن ستقارب خلال ظاهرة يوم الغد الخميس في حدود 30 درجة على شلف غريزان سيدي بالعباس 28 درجة بمعسكر وتلمسان 23 درجة على كل من وهران مستغانم وإنتيموشن فيما يخص الجزاء العاصمة ستنخفض قليلا مقارنة بنهار اليوم ستصل إن شاء الله إلى حوالي 22 درجة البوليدة 25 درجة بتحول الله لمدية لبويرة وتيزي وزور سنصل إن شاء الله خلال ظاهرة يوم الغد الخميس في حدود 25 درجة على قسنطينة أم البواقيت بالساعة النأبة بجاية جيجل سكيكدا حتى بالطارف فدنس ستصل إن شاء الله إلى حوالي 23 درجة خلال ظاهرة يوم الغد تلاحظوا أن الأجواء ستكون جد باردة خلال الفترة الليلية والصباحية على غلب المناطق الداخلية للهزاب العليا ومنطقة الأوراس تتراوح إن شاء الله خلال ليلة اليوم بين حوالي 5 إلى 10 درجة فقط السوحل الوطنية تصل بإذن الله إلى 12 درجة خلال مساء اليوم بحولها دائما خلال الصباحة يتشكل الضباب الكتيف على المناطق الساحلية فيما يخص مشاهدين الولايات الجنوبية البطايا الجوية إن شاء الله ستكون دائما مشمسة إلى قليلة السحب مع تطاير كتيف للزوابع الرملية الرياح تتعدى سوعة 50 كم في ساعة وتطاير الرمى ريدا سيخص وسط الصحراء أقصى الجنوب الجزائي وكذلك على شمال الصحراء ومنطقة الواحات فيما يخص درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال ظاهرة يوم الغد إن شاء الله الخميسك على مقياس بيتيندوف وكذلك ببرتباجي مختار وإنقزام 38 درجة حوالي 36 درجة بأدرار 27 درجة بكل من إليزي جانت وإناميناس فيما يخص بشار بني عباس نحو غردايا زلفانة والمنيعة تقارب إن شاء الله في حدود 33 درجة كذلك على الوادي المغير وتقرد تامن راس إن شاء الله رح نسلوك أدنى مقياس فيما يخص الولايات الجنوبية ستصل خلال ظاهرة يوم الغد بحول الله إلى حوالي 24 درجة إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة تبقى نفس درجات الحرارة القصوى المسجلة بالنسبة للمناطق الجنوبية يعني تتراوح على الأموم بين حوالي 24 إلى إن شاء الله 38 درجة وهذا كعلى مقياس دائما بأقصى جنوب الجزائري وكذلك على ولاية تيندوف أما توقعات النماذج الرقمية تؤكد على أن إن شاء الله دائما تتشكل خلايا رعدية منعزلة موسمية أواخر الظاهرة تخص المناطق الداخلية الغربية وكذلك الوسطى ستكون مصحوبة بتساقط أمطار على خنشلاوات بسا كذلك باتنا خلال ظاهرة يوم الغد الخميس يرتقب إن شاء الله نبقى نسلط كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة تساقط أمطار متفرقة حتى بالنسبة لعنابة سكيكدا جيجل بيجايا قسنطينا وسوق هراز خلال يوم الجمعة يوم إن شاء الله السبت الأمطار ستميز بحوله لا سيد بالعباس عيدا مشريا عامل بيض كذلك وهران مستغانم وعين تيموشنت كمية الأمطار المتوقعة بحول الله ستكون يعني ضعيفة لن تتعدى العشرة مليمتر محليا وستكون على فترات متقطعة بحول الله أما عن توقعات حالة البحر فسيكون إن شاء الله هذا إلى قليل الإصدراب خلال ظاهرة اليوم بداية من يوم الغد يتحول إلى مصدرب سرعة رياح تقارب 50 كم في الساعة الرؤية متوسطة وعلو الأمواج يتراح إن شاء الله بين المتر إلى الثلاث أمتار خاصة على السواحل الشرقية خلال يوم الغد الخميس أما يوم الجمعة فالبحر سيكون مصدرب تقريبا على كافة السواحل الغربية الوسطى وكذلك الشرقية إن شاء الله إذن مشاهدين أمتار رعدية ستميز المناطق الداخلية بحول الله سمة التقص خلال فصل الربيع يرتقب كذلك نسجل دائما درجات حرارة مرتفعة عن المعدل الفصلي على المناطق الغربية خلال ظهيرة يوم الغد إن شاء الله الخميس أشكركم على كرب الإسرائي والمتابعة والعودة لاستكمال بقية الأخبار بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر